في صحف ومواقع أجنبية تخصصهم الهجوم على مصر ومش مصر لوحدها الصراحة هي تخصص هجوم على الدول اللي وقفت لمخططات التأسيم الأمريكية في المنطقة من ضمن المواقع دي مواقع C-NN واللي متابعه هيعرف انه ما بيفوتش أي فوصة للهجوم على مصر وفي أي موضوع سواء صغير أو كبير وأكيد كلنا عارفين ان C-NN تابع لليساري غادكالي الأمريكا وموالية للحزب الديموقراطي المشروع بصناعة مؤامرات الخراب العربي واللي عنده مشروع بقاله سنين بيحاول ينفزه اسمه مشروع الشرق الأوسط الجديد ومصر من ضمن الدول اللي على قيمة المشروع ده اتعودنا على هجوم C-NN على مصر زي ما تعودنا على هجوم واشنطن بوستو والجارديون البريطانية وغيرهم ما بقاش بيلفت نظرنا أي هجوم أو تسليط للضوء على سلبيات بتحصل من الحكومة المصرية أو حتى من الشعب المصري لكن اللي بقى بيلفت نظرنا لما نلاقي C-NN بتتكلم عن مصر بإيجابية قول لي لفت نظرنا أكتر أنه يحصل الكلام ده بإيجابية عن مصر مرتين في أسبوع واحد لا ده كده كتير قوي It's too much يعني يعني قلب الصغير لا يحتمل لا واللي يجي لنك أكتر وأكتر أنها في نفس الوقت برضو بتتكلم عن السعودية بطريقة فيها مهانة لأمريكا مقابل هيبة للسعودية تعال حضرتك شوف معايا كده ده خبر يوم 17 بيتكلم عن انخفاض معدل البطالة في مصر والموضوع بينقش الأسباب اللي كانت السبب في الانخفاض ده عن طريق مناقشة خبراء وهنا سعدتك ده موضوع تاني يوم عشرين بيتكلم عن القرارات الحكومية التحفيزية لدعم الصناعة وبرضو الموضوع في سيرة مناقشة حلو قوي يا سيئن إن كده أنتوا كده بتطبروا للسيس يخلوا بالكم لما تروح بقى على النسخة الانجليزية حتلاقي في نفس الاسبوع ويوم 19 خبر بيتكلم عن ان إقدارة بايدن بتحضر للقاء مع ولي العهد السعودي اللي بايدن بنفسه وعد انه يخليه منبوز وسيئن إن كده كده في العنوان يعني واي كأنها بتقول لبايدن العيل رجع في الكلام والتفافة هتبقى على وش ركوام سيئن إن بتطبل للسعودية كمان صراحة القصة مش كده خالص القصة من حرفيا رعبة أمريكا دلوقتي بإيدي السعودية ومعها مصر ومعهم الإمارات ما تستغربوش أصبر معادي السعودية والإمارات لو رفعوا إنتاج البترول سعره حينزل والتدخم حينزل في أمريكا وأوروبا وفي نفس الوقت البترول الروسي مش هيكون له قيمة وحيقدروا يستغنوا عنه يعني ضربة مزدوجة انتصار للغرب وهزيمة لروسيا ومصر علاقتها مع روسيا مدية روسيا نفس وعمق في الشرق الأوسط لإن مصر والجزائر غير النظام السوري المنبوز والجزائر صعب يبعدوها عن روسيا لإنها مش قريبة من أمريكا بعكس مصر إلماسك العصير من النص شوية وعمل علاقات كويسة مع الكل أمريكا بتقدم لمصر إغراءات كتير علشان تبعد عن روسيا وتكون في الحلفة الغربي صفقات سلاح ومشاريع اقتصادية وكمان وعود بإنهاء مشكلة سد النهضة بس مصر أسكى من إنها تسيب لعبة التوازنات وتفضل طرف على طرف وكمان مصر مش بتتصرف من دماغها لوحدها أو تحديدا خلينا نقول إن العلاقات الخارجية لكل دولة من الثلاثي مصر والسعودية والإمارات بتكون بتنسيق ما بين الدول التلاتة وده اللي مقوي مواقفهم في كل المحافل الدولية أخيرا تلت دول عربية بيلحبوا سياسة صح وما بينهم تناغم عالي جدا وده يديلك مؤشر مطمن على مستقبل المنطقة ومستقبل كل بلد على حدة وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته